سوريين لبعض معي أنا بسان داود لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين للسوريين مرحبا بزمن الحرب ومثل ما بنعرف طلعت كتير جمعيات ومؤسسات خيرية سورية هدف إغاثة أهلنا السوريين بظل الظروف الصعبة اللي عم تعانية معظم المدن السورية وبعد ما دخلت مدينة حلب بدائرة المدن المحاصرة بلشت تشهد حملات عسكرية مكثفة بلشت تظهر الجمعيات الخيرية والمنظمات الإغاثية الفاعلة لإغاثة المدنيين ومنها منظمة فسحة الأمل يالي تأسست سنة 2012 بلشت عمل الإغاثي بعدة مدن سورية مثل إدلب وحمص ودرعة وبعدين حلب منظمة فسحة الأمل القائمة بدعم من مجموعة سوريين مغتربين بلشت بمدينة حلب بكفالة الأيتام وتوسع عمل الإغاثي لاحقا بحسب المتطلبات والظروف ليشمل، كسوة الشتاء، اضحية العيد، مطابخ لإطعام الأهالي بعدة مناطق من المدينة، مشاريع لإيواء النازحين اللي تهدمت بيوتهم أو تهجروا منها، زكاة المال، دعم التعليم والمدارس، دعم مخيمات اللاجئين بواب الهواء وأطمي بالشمال السوري ومنطقة عرسال بلبنان ومثل ما قلنا، عمل المنظم الأساسي هو كفالة اليتيم ويعتبر باكورة أعمال فسحة أمل يبدأ بالعمل من توثيق حالات الأيتام واستصدار ملف خاص بكل حالة بيحتوي على اسم اليتيم عمره، صورته بعدين بينصرف مبلغ شهري محدد لكل يتيم بناء على هاي البطاقة وقدرت الجمعية من بداية تأسيسة تكفل أكتر من 250 طفل يتيم من أبناء شهداء محافظة حلب بمبلغ شهري لكل يتيم يقدر بـ 57 دولار من أهم مشاريع فسحة أمل كمان المحاضرات والندوات الدوعوية والدورات التدريبية يلي بتعلق بمواضيع مختلفة هاي الندوات الدوعوية بتتقدم للسوريين بعدة مناطق سورية وكمان بمدينة غازي عنتابة تركية لأن الجمعية قدرت تترخص حلب تركية بسنة 2015 ومن هالندوات والدورات والحملات اللي عملت مؤخرا حملة التعلم عن طريق اللعب يلي بتهدف لزيادة الوعي عند الأهالي والمدرسين لأهمية التعليم عن طريق اللعب وفاقته اللي بترجع على الطفل وبتنمي مهاراته هاي الحملة استهدفت عدة مناطق بريف حلب الغربي وكمان من الحملات كانت حملة أهمية الوقت مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي بريف حلب الغربي يلي استهدفت عدد من طلاب الشهادات الثانوية وهدفت الحملة لتوجيه استخدام وسائل التواصل بالشكل المفيد وتوعية الطلاب لاستثمار الوقت أما من أهم الحملات وأخرى كانت دورة تدريبية تمهيدية لمجموعة حملات بعنوان التعامل مع الهجمات الكيموية وهالحملة اجت نتيجة الاستهداف الأخير بالصواريخ الكيموية لقرية خان شيخون بريف إدلب والدورة خاصة بالإصعافات الأولية اللازمة للوقاية من الهجمات الكيموية طبعا عمل المنظمة ما بيقتصر على هاي الحملات فيكن التابع عملهم من خلال صفحتهم على فيسبوك يلي بتلاقوا رابطها بوصف الحلقة ولا بيقتصر بس على مدينة حلب لا لأن الفريق عم يحاول يلبي متطلبات أي منطقة منكوبة لهيك وصلوا مؤخرا لغوطة دمشق الشرقية ليحاولوا من خلال حملاتهم أن يوقفوا مع أهلهم السوريين ويعلموهم ويوعوهم ويظلوا سوريين لبعض سلام سوريين لبعض معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين للسوريين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر